موسيقى كنا بنكلم مع حضراتكم أول مبارح عن مرور 50 سنة على مجلة السياسة الدولية كنا بنكلم معكم قبل الفاصل عن أهمية مراكز البحثية وأهمية إزاي أن إسرائيل مهتمة وتل قبيب مهتمة بأنها يكون عندها مراكز بحثية ويكون فيها think tanks يتم الاهتمام بقراءهم في صنع القرار السياسة الدولية آه هي مجلة ولكنها فيها think tanks فيها نفس الفكرة دي وصدر عن مركز الأهرام لأدرسات الستراتيجية اللي هو يعني يعتبر من أهم وإنما كانش الرائد في مصر والمنطقة العربية في فكرة التحليل السياسي وفكرة think tanks اللي احنا كنا نتكلم عنها قبل الفاصل السياسة الدولية مر عليها 50 سنة كنا نحتفل بيها من يومين ولسه بنحتفل بيها ومعانا دكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير السياسة الدولية دكتور وحيد صباح الخير أهلا صباح الخير يعني احنا مبسوطين من حضرتك صهران وموجود معانا النهار ده في الصحافة الله يخاليك وأنا بشكركم يعني على الاهتمام بالسياسة الدولية السياسة الدولية وهي دورة يعني مطبوعة بتطلع كل 3 شهور وفيها التحليل السياسي ايه الفرق بين هذا التحليل السياسي اللي بيخرج كل 3 شهور وبين تحليل السياسي يخرج في جريدة يومية التحليل السياسي اللي بيخرج في جريدة يومية غالبا بيبقى أقرب إلى تحليل خبر يعني بيبقى أقرب إلى تحليل خبري بيركز على ما هو عاجل جدا في الموضوع بيبقى غالبا متعلق بجانب واحد من جوانب الموضوع التحليل اللي بتعمل يعني على مدى فترة أطول سواء شهري أو فصلي بيبقى فيه فرصة للتأمل أكتر فيه فرصة فرصة أنه يبقى التحليل يتناول يعني الجانب اللي حصل فيه تطور فيه علاقته بجوانب أخرى بيبقى عنده فرصة أنه يقدم رؤية أكثر شمولا رؤية على مدى أبعد شوية بيبقى عنده فرصة أنه يقدم يعني policy orientation التوجه السياسي معين ممكن حضرتك تضرب لنا مثال بالجزئية دي عشان المشاهد يقدر أنه يفهم أكثر على حدث مثلا من الأحداث اللي جاء يعني مثلا إحنا عندنا يوميا دلوقتي الناس بتتابع موضوع اليمن على سبيل المثال وعصفة الحزم وفيه كثير من الصحف بيتعمل بتكتب تحليلات غالبا بتتعلق باللي حصل في اليوم اللي تكتب فيه هذا التحليل أو في اليومين الثلاثة الأربعة اللي قبليه وبالتالي بيبقى متعلق بالزاوية اللي بينظر بيها كاتب هذا التحليل للموضوع في لحظة معين أنا لما هتناول هذا الموضوع في العدد القادم هيبقى عندي فرصة أن أنا كل هذه التطورات بقت قادر أشوفها بشكل متأني أكتر بقت قادر أبصلها بشكل بربطها بالقضايا الأخرى الموجودة في المنطقة وفي العالم وبالتالي بقدر أقدم حاجة أكثر شمولا وأكثر وأكثر عمقا من التحليل اليومي قادر أربطها بالحروب الأخرى اللي موجودة في المنطقة قادر أتصور السيناريوهات اللي ممكن تتطور هذه الحرب نفسها إليها كان على سبيل المثال إيه أبرز الملفات اللي تطرقتوا إليها في السياسة الدولية في العدد الأخير العدد الأخير عدد لأنه العدد الزكرى الخمسين أنا دايما فيه ملف في كل عدد ملف الرئيسي يعني هو القاوم الإساسي للمجلة فيه الأول دراسات دي لها طبع أكاديمي شوية بس بنحرص على أنها تبقى مرتبطة بالقضايا الأساسية في المنطقة وفي العالم مثلا في العدد ده ما كانش عندنا دراسات لأنه كان عندنا تصميم مختلف في العدد اللي فات مثلا كان عندنا دراسة عن الاستراتيجية القتالية لتنظيم داعش دراسة متكاملة دراسة عملها خبير عسكري وسياسي عراقي عنده نظرة عميقة جدا متابع عن قرب المعارك بين داعش والقوات العراقية والمليشيات العراقية الأخرى وقادر يعمل رؤية متكاملة لإيه الاستراتيجية القتالية بتفاصيلها اللي بيستخدمها تنظيم داعش في المعارك اللي بياخده هذا النوع من الدراسات ما تدريش تعمليه في الصحافة اليومية لأن دا عمل بيحتاج إلى أسابيع طويلة لو أنا بمتفرغ له هعمله في عدة أسابيع لو بمتفرغ له هيحتاج ليمكن أشهر إنما بتقري في النهاية رؤية متكاملة عن إيه الأساليب اللي بيستخدمها هذا التنظيم في الأنواع المختلفة من المعارك اللي بياخدها في المدن في المناطق الصحراوية في المناطق الجبلية في كل عدد بيبقى عندنا بالإضافة للدراسات عندنا مقالات رؤية وقادرؤية لكن في ملف ملف عادة بيتناول قضية من القضايا الأكثر أهمية في المعارك يعني كان عندنا العدد اللي فات الملف العدد دا كان بمناسبة الخمسين عام عن التغير اللي حصل في العالم خلال الخمسين سنة الأخيرة فكان له طابع عام أول إنما في العدد الأبلي كان أهم تطور كان موضوع التحالف الدولي ضد داعش تشكيل التحالف الدولي ضد فكان ده موضوع الملف موضوع الملف كان بانوان الحرب على داعش كان فيه عشر تحليلات متعلقة بالجوانب المختلفة لهذا التحالف عوامل القوة فيه عوامل الضعف فرص النجاح فرص الفشل السيناريوهات المختلفة الخلافات اللي بين الأعضاء هذا التحالف والقوة المشاركة فيه فبتقدمي يعني صورة كاملة صورة كاملة للموضوع لكن بعمق فيها 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 يعني مش بس بتشوفي إيه اللي بيحصل لا بتشوفي إيه اللي وراء اللي بيحصل طيب وإحنا منفتحين على العالم الخارجي بشكل أكبر دلوقتي والشباب موجودة على الإنترنت وبيقرأ وبيتصفح الصحافة الأجنبية وهو بيتصفح الصحافة الأجنبية وبيقرأ تحليلات وبرضه بيقرأ تحليلات المحللين عسكريين أجانب إيه اللي ممكن يشده إنه يقرأ تحليلاتنا وما هو موجود عندنا من تحليلات في الصحافة العربية أو الصحافة المحلية لا إحنا عندنا في هذه المرحلة ميزة نسبية إن إحنا عندنا معرفة أكثر بأهم القضايا اللي بتشغل العالم ولذلك يعني بقول إن مستوى بعض مش كل ما نقدمه الحقيقة أعلى مما يقدم في مطبوعات وفي مراكز أبحاث ممثلة على مستوى العالم بما في ذلك أقدم مجلة في العالم الآن في مجلة أقد دولية اللي هي الفورين أفيرز واللي هي تعمل السياسة الدولية فيها الأساس يعني اقتداء الآن الفورين أفيرز دي صدرت 1922 يعني قربت تكمل قرن من الزمن وبتصدر عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك Council on Foreign Relations وده من أهم السينك تانكس أو مراكز التفكير في الولايات المتحدة السياسة الدولية الحقيقة على قطع مركز دراسات السياسة الدولية صدرت قبل تأسيس مركز الدراسات صدرت 65 ومركز دراسات 68 إنما ارتبطت به ارتباط وثيق في بعض الفترات كان ارتباط رسمي كانت جزء منه وبعض الفترات زي دلوقتي ما فيش ارتباط رسمي يعني الاثنين مستقلين عن بعض بس الاثنين متعاونين تعاون وثيق جدا فإحنا عندنا النهاردة لأنه أهم قضايا بتشغل العالم هي قضايا بتحدث في منطقتنا عندنا تراكم معارفي وعندنا حس بالمعارفي أيضا أفضل بيها لأننا عايشينها من الأمريكان والأوروبيين لأننا عايشينها ولأننا مألوفة بالنسبة لنا أكثر يعني مور فاميلير بيها فعندنا ميزة نسبية في هذا ولذلك بعض تحليلاتنا في هذا المجال أقوى وأفضل من بعض ما تقدمه المراكز التفكير الأمريكية والأوروبية في القضايا الرئيسية في المنطقة النهاردة إلى أي مدى حضرتك بتستشعر طيب أنه القيادة ممكن تاخد هذه التحليلات وهي بتصنع القرار حسب أننا عندنا مركز تفكير حقيقي وأديم للأسف في مصر وفي العالم العربي عموما ما عندنا شيء هذا التقليد يعني اهتمام الحكومات بمراكز التفكير ده موجود في أمريكا وأوروبا ولو تقاليد نحن شايفين كمان إسرائيل من شوية تحت التقرير اللي كان منشور فيه المصر اليوم عن مراكز الثينج تانكس الموجودة في تلبيه وإزاي أنها بتؤثر في سنوات القرار لأنه كان إسرائيل يتعامل على غرار الكينات الأوروبية يعني في أصله قبل ما يهاجر إليه يهود شرقيين كانوا اللي عملوه يهود غربيين فعملوه على النسق الغربي ففعلا في إسرائيل أيضا مراكز التفكير لها تأثير إحنا الحالة الوحيدة اللي أخذ فيها بتقديرات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية حالة واحدة في ساعة الغزو العراقي الكويت ساعة الغزو العراقي الكويت كان مركز الدراسات أول جهة اشتغلت على هذا الموضوع في نفس اليوم وعملت نسميه position paper وورقة تقدير موقف يعني واهتمت رئيسة الجمهورية وزارة الخارجية وقتها بيدي الحالة الوحيدة وشفنا في العدد الأخير كمان أن دكتور أسامة الغزالي حارب كاتب أنه في السياسة الدولية أنه في وقت من الأوقات دكتور بوتروس غالي بعته للسودان في رحلة صحفية ليقدر الموقف هناك وكان تأديره مختلف عن أساس المصرين وتم أخذ هذا التقدير في الاعتبار ما هو ده كان في الوقت ده أنه دي كانت حالة خاصة جدا لأن دكتور بوتروس كان وزير في الحكومة وقتها كان وزير الدولة للشؤون الخارجية لأنه هو بقي رئيسا لتحرير المجلة عندما عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية سنة 78 وبقي في جمعة بينها وبين لأنه كان عنده علاقة حميمية جدا مع المجلة فبقي رئيسا لتحرير المجلة فدي فترة خاصة جدا وكان التأثير فيها في حدود ما يستطيع الدكتور بوتروس أنه يقترحه أو يوصي به في المجال اللي هو كان متخصص فيه في الحكومة وهو الشؤون الأفراقية نعم طيب دكتور رحيد أنا أستاذن حضرتك بس نحن نخرج فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار المهم لسا بنكلم عن السياسة الدولية ومرور 50 سنة على هذه المطبوعة المهمة جدا لسا معنا دكتور رحيد عبد المجيد رئيس تحرير السياسة الدولية دكتور رحيد ايه الأدوات اللي بيتم استخدامها في التحليل والخروج بتحليل في مطبوعة زي السياسة الدولية وبيخليها مختلفة عن ما نقرأه يوميا ما الأدوات المستخدمة؟ الأدوات بتختلف حسب نوع التحليل أو السياق اللي بيتمي فيه التحليل احنا زي ما قلت حضرتك فيه عندنا عدة أبواب في المجال فيه باب للدراسات التحليل فيها بيعتمد على قواعد أكاديمية ودي تقريبا المجلة الوحيدة في العالم جلس لقات دولية الوحيدة في العالم اللي بتجمع بين الطبع الأكاديمي والطبع المتخص هل عمدنا مثلا أرشيف أو يعني أكسس أو عندكم مكان وسيلة وصول للمعلومات بشكل سهل زي ما هو موجود في المراكز المماثلة الأجنبية؟ لا موضوع المعلومات مفتوحة في العالم كله يعني الموضوع ده كان من سنوات كان بيبقى فيه الناس بتبزل فيه جهد أكبر وكان المركز بيعمل قواعد البيانات المركز دراسل الأران كان بيعمل قواعد البيانات الخاصة بيه جلا كان عندها قواعد بيانات خاصة بيه بس في المرحلة الحالية يعني أنت مش هيبه عندك حاجة خاصة يعني قواعد بيانات خاصة إلا اللي أنت عملتيه قبل كده لكن كل ما يتعلق بالتطورات اللي بتحصل في العالم أنت بتعتمد فيها على ما هو متاح من معلومات لا نهائية إنما المهم هنا مش المعلومات نفسها إنما القدرة على تحليل هذه المعلومات قدرة على تصنافها والمقارنة بينها ويعني تقييم المصادر المختلفة لها ووضعها في سياقة وفهم الموضوع اللي بتعتمد فيه على المعلومات دي فيه فالمنهج هنا هو الأهم الآن طيب وحضرتك بتكلم عن المنهج وخلينا نقرب للمشاهدين دو أكيد مثلا على سبيل المثال في المضوع أو العدد اللي جاي هتكلموا عن هذا التحالف العربي إيه الأدوات أو إيه المنهج اللي يتم اتباعه وأبرز ما سيتم استخدامه في هذا الملف أو يعني إيه خطة العمل يعني إحنا في الملف العدد القادم يعني تفكرنا فيه حتى الآن إنه نحن حنتناول موضوع اليمن ضمن منظومة أوسع من القضايا في إطار التهديدات التي تواجه العالم العربي سواء تهديدات من قوى إقليمية أو تهديدات داخلية مرتبطة بالإرهاب أو بالأزرع الداخلية لبعض القوى الإقليمية وحيبقى موضوع اليمن موضوع رئيسي في هذا المجال ده بيتم تناوله من جوانب مختلفة من جوانب سياسية من جوانب حسكرية من جوانب اقتصادية من جوانب متعلقة بالأوضاع الداخلية في هذا البلد أو ذلك خاصة في اليمن في حالة اليمن بأدوار القوى الكبرى بسياسات القوى الإقليمية موضوع اليمن له صلة وسيقة بالسياسة الإيرانية في المنطقة فالمهم في هذا الموضوع هو من يكتب ماذا لأنه في النهاية الكتابة ما فيش كتابة جماعية إنما إحنا بنعمل تفكير جماعي في عمل يقوم به أفراد فاختيار الشخص الذي سيكتب هذا الموضوع في إطار المنظومة المتكاملة له ده بيتوقف عليه جانب كبير جدا من نجاح الموضوع منها لأن هذا الشخص هو اللي حيتولى العمل وحيتولى توفير الأدوات اللازمة له بكل جوانب إحنا بنحاول يعني تدريجيا وبنتوسع في هذا من عدد إلى آخر إن إحنا نعتمد أكثر على الجرافيكس بدأتي في الحلقة بالموضوع الخرائط الاندبندنت الاندبندنت الخرائط والرسوم البيانية والجرافيكس بكل أشكالها أصبحت بالغة الأهمية النهاردة في الوصول إلى القارئ يعني ممكن بعض القراء يستغنوا بالاطلاع على الرسوم الموجودة الرسوم التموضيحية ما يقرش الموضوع ويكتفي بالرسوم عن الموضوع ويكتفي بهذا القدر من المعلومات اللي هو بياخده من هذا فإحنا بنتوسع فيه تدرييا ونعتبر أن ده أداة رئيسية ومهمة جدا أخصوصا أن المجلة تقيلة المادة بتاعتها مادة تقيلة ودسمة فمحتاجة أنها توصل ل وبالتالي ده معناه أن شكل التحليل السياسي اختلف وبقى بيواكب أكتر ما يحدث بحيث أنه يوصل للقارئ العادي ما يكونش قاصر بس على القارئ المثقف أو المتخصص طبعا دي مسألة مهمة رغم صعوبتها نحن نتكلم في النهاية عن مجلة متخصصة لكن بنحاول أنه نحن نجذب قطاع من من ما نسميه القارئ العام المهتم بالقضايا العالمية وإحنا النهاردة في مرحلة مش بس في مصر في العالم العربي مهمة نحن نكلم على القارئ العربي بشكل عام بقى فيه اهتمام يعني حتى اجباري يعني ناس مضطرين أنهم يهتموا بما يحدث خارج بلدهم لأنه مؤثر جدا على ما يحدث داخل منطقة بالاضطرابات الشديدة اللي فيها أصبح التأثيرات المتبادلة فيها قوية جدا فبقى فيه اهتمام لدى الناس العاديين اللي هم ما مكنوش يهتموا بأكتر من يعني شؤونهم المباشرة مش بس بالوضع السياسي في مصر بما يحدث في اليمن النهاردة وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق على الأقل في اليمن وليبيا بعتبرني فيه عدد كبيرة من المصريين هناك وفيه اهتمام خاص للسياسة الخارجية المصرية به فبقى فيه استعداد لدى قطاعات من الناس انها تتعامل مع هذا النوع من الصحافة طيب دكتور وحيد أخيرا الوضع دلوقتي والسياسة الدولية دلوقتي بعد مرور خمسين سنة ايه اللي اختلاف لا مفيش اختلاف جوهري حتى في المنطقة يعني هي يمكن في السنوات الأخيرة نتيجة انه الاوضاع في المنطقة اصبحت هي الاهمة في العالم بقى الجزء كبير او الجزء الاكبر من المواد فيها متعلق بما يحدث في المنطقة انما يعني يعني كل من تعاقبوا رئيس تحريل المجلة حرصوا انهم يحفظوا على الطابع معين لها من خلال رصدكم المنطقة الى اي مدى شكلها اتغير في خلال خمسين سنة لا شكلها تغير يعني تغير يعني واسع جدا وهيتغير اكتر في السنوات القادمة بحيث انه خلال عدة سنوات هيبقى شكل المنطقة مختلف تماما عما كان عليه سنة 65 يعني يمكن خلال 3 او 4 سنوات قادمين هنشوف شكل مختلف تماما هنلاقي شكل مختلف للمنطقة عما كان عليه من خمسين سنة الى حد انه يمكن تبقى شكلها كما لو انها منطقة اخرى غير تلك التي عرفناها في ذلك الوقت اعتقد ده موضوع مهم جدا كمان نشوفه بالخرايط زي ما اندفندنت عملت عشان نقدر ان احنا نتخيل بشكل اكبر انا عايزة اشكر حضرتك دكتور رحيد عبد المجين رئيس تحرير السياسة الدولية ومبروك مرور خمسين سنة على السياسة الدولية وشكرا كمان ان حضرتك كنت سهران معنا النهار ده في النهار اليوم دي كانت جولتنا في الصحافة اليوم بكرة جولة جديدة وهيكون معاكم زميلي محمد الدسوقي رجدي تسباحه على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة